فيديو اليوم رح يكون آخر فيديو منشوفه باللوك الحالي أو بالستاب الحالي اللي تعودتوا عليه على مدى السنتين الماضيين لأنه بسبب أول من عدة أيام صادف مرور الزكرة السنوية الثانية لانطلاق نوفرتك والسبب الثاني لأنه بمشيئة الله بكرة رح ينتقل لبيت جديد فهات آخر فيديو بصوره بالبيت الحالي اللي أنا فيه وأكيد رح يكون فيه سيتاب جديد لسه ما بعرف كيف رح أعمل التغييرات بس يعني على هوا بعد ما أعمل كل بعد ما انتهي من عملية الانتقال منشوف كيف منضبط الوضع بس لحتى يكون ختامه هامسك رح نكمل الفيديو اللي استعرضنا في تثبيت DWM واليوم رح نحكي عن وحدة من الطرق ليست الطريقة الوحيدة ولكن عن وحدة من الطرق اللي ممكن أنه نستخدمها لحتى نخصص البار العلوي أو الستيتوس بار لأنه أنا فيه عندي أكتر من طريقة ممكن أني استخدمها هل الطريقة الأشهر لو طلعنا على سطح المكتب أو لو طلعنا على الـ DWM رح نشوف أنه أنا هاد هو نفس السيتاب اللي عملته بالفيديو الماضي مجرد بس تعديل ألوان وضفت بعض الباتشات البسيطة جدا بس البار العلوي ما غيرت فيه أي شيء وأنا وقت اللي بأقلع أو وقت اللي بدخل للـ DWM رح نشوف أنه الشي الوحيد اللي بيطلع عندي على البار هو اسم الـ Window Manager اللي عمالي يستخدمه اللي هو بهاي الحالة طبعا الـ DWM والإصدار أو الـ Version للنسخة اللي سبتناها أو اللي عملنا لها عملية الـ Compile أو عملية الـ Build طيب هاد الكلام طبعا غير مفيد وأنا بدي أصهر معلومات مفيدة بدي أصهر شيء بيهمني هلأ أكتر شيء ممكن أنه الواحد يكون محتاجه حتى لو ما كنت محتاج أنك تظهر أي معلومات إضافية هو على الأقل الساعة أنك تشوف التاريخ والساعة فبهي الحالة الـ DWM-6.4 مثل ما حكيت هو اسم الـ Window أو اسم الـ تمام اسم الـ Window اللي أنا موجود فيها حاليا اللي هي الـ Window Manager طيب أنا كيف ممكن أني غير هاد الكلام حكيت أنه الطريقة اللي رح أحكي عنها هي أبسط طريقة بس ممكن أنها تكون معقدة مثل ما رح نشوف بعد شوي ولأغلب مستخدمي DWM يعني بالبدايات بيستخدموها فلهذا السبب رح أغطيها اليوم ورح أترك المواضيع أو الطرق الثانية لغير فيديوهات الطريقة ألا وهي أني غير الـ Root Name أو الـ Root Window Name هذا الكلام بيتم باستخدام أمر بالأعمل الأغلب ما يكون مسبت على نظامك بس نحنا باعتبار أنه عملنا هذا الكلام على Arch Linux فرح نثبت هاي الحزمة على Arch اسم الـ Package اللي بدي أستخدمها أو الـ Comment اللي بدي أستخدمه هو X-Set Root هلا هذا الأمر أنا مسبته بس إذا ما كان مسبت عندك فرح نقل له sudo pacman-s ومثل ما حكيت على Arch رح يكون اسم الحزمة X-Org-X-Set Root فمثل ما اللي شايف أنه أنا مسبت هاي الحزمة طيب هلا لحتى استخدمها بيكفي فقط إني قل له X-Set Root بعدين أنا اللي بدي أغيره لو حطيتها هيك بدون أي شي لحتى شوف شو هو الـ Options اللي متاحة عندي رح نشوف أنه في عندي عدة Options ممكن أني أعملها أنا الشي الوحيد اللي بيهمني اليوم هو أني استخدم الـ Flag-Name فهلا لو إجيت ورجعت للـ X-Set Root وقلت له Dash Name وبعدها ضمن كوتيشن مارك رح حطله أي اسم بديها رح نقل له مثلا Arch Linux فرح شوف أنه هاي الماوس عندي ورح نشوف أنه الـ DWM تغير من الـ DWM وصار الـ Arch Linux اللي أنا بدي إيها طيب هلا طبعا إني أعرض هيك تكست ما رح يفيدني بأي شي لأنه أنا بدي أعرض شي مهم فليش ما نستعرض أو نشوف كيف رح حط الساعة فرح أرجع لنفس الـ Command الأديم ولكن رح أستبدله أنه ضمن الـ Cutation Mark بدي أستخدم Command الـ Date اللي بيعطيني الوقت والساعة فلحتى استخدم Command الـ Date ضمن Command بحد ذاته أنا حكيت بأحد فيديوهات الشورت عن طريقة لحتى أنك تحط Command ضمن Command بس اليوم رح أرجع استعرضها أو استعرض بديل عنها للناس اللي ما شافت الشورت لأنه مضى عليه فترة طويلة فلحتى أني حط Command ضمن Command وأنا بالـ Command Line في عندي كومندات كتير فرح نستخدم الـ Dollar Sign وبعدها رح أطله ضمن قوسين الـ Command اللي بدي أستخدمه بهاي الحالة رح يكون الـ Date فرح أقول له Date هلا الـ Date بشكله الحالي هيك ما رح يعطيني أي شي لازم أني حطله الفورمات اللي بدي أطبع فيه الوقت أو الساعة أو أي بيانات تانية فأنا مبدئياً بس اللي بدي أطبعه الساعة والدقائي فرح نقول له Date وبعدها Space زائد رح أحط النسبة المئوية ولا أستعرض الساعة بالنظام الـ 24 ساعة رح أطله Capital H هلا بعدين رح حط نقطتين هدول النقطتين بس لحتى يطلق في عندي نقطتين بين الساعة والدقائي ورح أرجع وقال له كمان النسبة المئوية وكابتال M الكابتال بهي الحالة سواء للـ H أو للـ M ضروريات جداً لأن لو حطيت بدل الكابتال M حطيت lowercase M هاي رح تعطيني الشهر وليس الـ Day فأنا حطيت له زائد النسبة المئوية H والنسبة المئوية M ولو قلت له Enter رح تشوف مباشرة أنه تغير Arch Linux للساعة والدقائي طيب هلأ ممكن واحد يقول أنه بهي الحالة نحن خلصنا لا ما خلصنا ليه؟ لأنه أنا وقت اللي حطيته بهي وقت اللي عملت الكومان بهي الحالة هو Command Static ما بيتغير مع الوقت هلأ رح نستنى يعني بحدود الدقيقة أو دقيقتين طبعاً رح أقطع الفيديو لحتى ما تضلوا تستنوا وما تشوفوا أي شي ورح نشوف أنه الساعة ما رح تتعدل أبداً فهلأ تقريباً مضى بحدود الدقيقتين لحتى نتأكد لو قلت له لو حطيت له Command Date نفس الكومان اللي حطيته بالسطر اللي فوق بس هالمرة رح نفس الكوماند بحد ذاته لحتى شوف شو الوقت الحالي رح شوف أنه صارت الساعة 10.52 وهي حالياً بالبار العلوي لساعة 10.50 فهذا الكلام معناه أنه بهذا الشكل ما بفيدني لحتى حل هاي المشكلة لازم أنه يكون في عندي لوب أو حلقة بتم تحديثها كل فترة زمنية معينة هلأ هون تظهر نقطة ضعف هاي الطريقة اللي عمالي أحكي عنها أنه هاي الكوماند أو هاد الكوماند هلأ أنا ما رح حطه بلوب رح نحط اللوب هلأ حالياً بهذا السطر أو بالكوماند لاين بس بعدين رح نعملها سكريبت ممكن أنك تعملها Auto Start كل ما بتشغل ال-DWM بس بهاي الحالة وقت اللي رح أعمل ال-Script فرح كوم مشبر أنه كل البيانات اللي بدي أستعرضها رح تكون موجودة ضمن هاي ال-Script وكل ما بدي أعمل عملية Refresh للبيانات فرح يقوم يعمل Refresh لكل البيانات سواء كانت الساعة سواء كانت الفوليوم سواء كانت استهلاك ال-CPU أو الرام فكلها رح يتم تحديثها بوقت واحد هاد ممكن أنه يسبب كل ما بتكون بعملية Refresh سواء كل ثانية أو كل عشر ثواني أو كل دقيقة فرح يسبب ضغط على ال-CPU اللي عندك وإذا كنت عمالك تستخدمه على جهاز مواصفاته بطيئة فممكن أنك تلاحظ أنه ال-CPU رح يرتفع استهلاكه بشكل ملحوظ هاي السلبية الأولى والسلبية الثانية أنه كل هاي البيانات رح يتم تحديثها مع بعضها بمعنى أنه الساعة رح يتم تحديثها مثلاً كل دقيقة أنا ما بفضل أني حدثها كل ثانية بس لنقول أنه أنا ال-CPU أو استهلاك ال-CPU بدي أعمل له عملية Refresh كل ثانية بدل كل دقيقة فبهاي الطريقة ما رح يكون في عندي إمكانية أني أفصل بين عرض بيانات ال-CPU وعرض الساعة الكل رح يتم تحديثها مع بعضها وما بقدر أني يخلي واحد يتحدث برفريش ريت معين والتاني ينعمل له ال-Update برفريش ريت مختلف فلحتى أعمل له ضمن ال-Command Line رح استخدم أمر While أو حلقة While فرح قل له While وبعدين شو؟ طالما أنه الشرط اللي بديها True يعني محقق أعمل لي الكلام التالي فرح نقل له While True ورح نحط له فاصلة منقوطة رح قل له Do وبعدين رح أرجع وأنسخ هذا الأمر اللي نفسته بالسطر اللي فوق رح نعمل له نسخ وPaste وبعدين رح نحط له فاصلة منقوطة ورح نقل له Done فهلأ رح شوف مباشرة أنه الساعة تغيرت لل-10-56 يعني ما عادت الساعة الأديمة آه هاد السطر فيه غلط لأنه لسه هلأ بهذا الشكل أنا ما حطيت له ال-Update فرح نقل له While رح أرجع وعمل Cancel لهذا الأمر فرح نقل له بعدين أنه نفذ لي هاد الأمر وبعدها أعمل العملية Sleep أنه نوقف لنقول دقيقة وبعدين أرجع ونفذ الأمر مرة تانية فرح نقل له فاصلة منقوطة وكمال رح قل له Sleep آه ستين وبعدين أعمل لي Done فرح نشوف إذا كان رح يشتغل بهذا الشكل أو لا فمثل ما اللي شايف أنه بعد ما مضت ال-60 ثانية اللي حطيتها اللي هي Sleep 60 شايف أنه الساعة مباشرة تحدثت هلا هاد الكلام بال- Command Line أو بال- Terminal بيشتغل معي إذا كنت بس بدي استعرض معلومة واحدة بس هاد الكلام ما بيفيدني لأنه وقت اللي بعمل Log Out وبرجع بعمل Log In رح يرجع ويحط اسم ال- Window أو النافذة الأساسي اللي كان DWM-6.4 فأنا لازم أني أعمل سكريبت وأعملها Auto Start بحيث أنه السكريبت يكون فيه بنهايتها ال- Exit Route وضمنها رح حط Functions كل Function من هاي ال- Functions رح يكون عبارة عن النوع البيانات اللي بدي استعرضها هلا أنا ما رح استعرض كل شي ممكن أنه يخطر ببالك لأنه أنا ما بعرف شو بدك تستعرض بجهازك بس رح نشوف كيف رح يكون شكل السكريبت اللي أنا جهزتها لهذا الفيديو وبعدين رح نشوف كيف رح نعمل لها Auto Start فرح نقل له Ctrl Z لأطلع من هاي المكان اللي أنا فيه أو لأنهي الحلقة هلا طبعا الساعة بهذا الشكل ما عادت تتحدث لأني عملت كل لـ Command ال- Exit Route رح نفتح السكريبت فرح نقل له .localbin وأنا مسميها dwm-bar.sh انت بتحط الاسم اللي بدك يا هاد مجرد اسم أنا اخترته فأنا حكيت بأحد الفيديوهات عن كيفية استخدام ال- Functions بال- Bash Scripting فما رح ارجع وأحكي شو هو ال- Functions ممكن أنك ترجع للفيديو اللي رح يكون موجود بسندوق الوصف بس بهاي الحالة مثل ما عنا شايفين أنه أنا عملت 3- Functions ال- Function الأول بدي أنه يطبع لي الساعة والتاريخ فمثل ما اللي شايف أنه أنا محدد two variables الأول مسميه day والتاني hour وبعدين عمالي أطبع day والhour وحاطت إيموجيز لأنه الحياة أجمل مع الإيموجيز طبعا هاي نقطة بدي أحكي عنها أنه لغاية على ما أعتقد بداية هاي السنة أو منتصف السنة الماضية كان لازم أنه نثبت حزمة خاصة من الليب XFT هاي كانت يعني مفيدة جدا لمستخدمي Arch لأنه كانت موجودة يتم تثبيتها باستخدام ال- AUR كان اسمها ليب XFT-BGRA على ما أعتقد لأنه بدونها ما كانت الإيموجيز تشتغل بس تم إضافة الباتش لليب XFT بحد ذاتها وهلأ كل التوزيعات صار ممكن أنك تحصل على إيموجيز بالبار العلوي بدون ما تثبت أي حزمة من ال- AUR أو إذا كنت على أي توزيع تاني أنك تروح وتبنيها من المصدر فمثل ما حكيت أنه في عندي الفونكشن الأول اللي هو ال-Print Time الفونكشن الثاني طبعا يعني أغلب الناس ممكن أنها ما تحتاجه بس أنا حطيته بس على سبيل المثال اللي هو يتبع لي نسخة الكيرنل اللي عمالي يستخدمها والفونكشن الثالث اللي هو فعليا مهم يعني لأغلب الناس ممكن أنه تحتاجه أنه يستعرض لك أدي استهلاك ال-CPU أو أدي الضغط على ال-CPU فمثل ما حكيت إذن في عندي ثلاثة فونكشن هاي الفونكشن بدي استدعيها بأمر ال-X-SET ROOT لحتى يطلع عندي الأمر أو لحتى يطلع عندي ال-OUTPUT النهائي فأجيت للسطر اللي هو ال-X-SET ROOT وبقلت له متل ما حكيت ال-NAME وبعدين ضمن ال-COTATIONS حطيت له الفونكشن عمالي يستخدمه كأي variable أو استدعي كأي variable فقلت له الدولار ساين وضمن الدولار ساين حطيت له ضمن القوسين اسم الفونكشن هلأ ال-Pipe أنا هون بس أستخدمها لحتى أفصل بين موديول والموديول الثاني يعني لحتى يكون في عندي فاصل بين الاستهلاك ال-CPU وال-Kernel اللي عمالي يستخدمها وبعدين يكون في عندي فاصل بين ال-Kernel والوقت ال-Pipe ما هو ال-Pipe اللي أنا بيستخدمه بال-Scripting العادية ال-Pipe هون بس مجرد فاصل بين كل موديول والتاني وبعدين متل ما حكيت رح قل له انه عملي sleep لمدة 1 دقيقة 1M أو 60 إذا حطيت له 60 بدون أي يونت بعدها فهي رح يفهمها كثواني أما إذا حطيت الرقم أو اليونت فهو رح ياخدها بهذه الحالة كدقيقة وبالنهاية لحتى انهي حلقة ال-while قلت له done هاي هي كل ال-Script اللي بدي اكتبها فطبعا هلا لحتى نفذ هاي ال-Script لازم انها تكون executable إذا ما كنت عاملها executable فما رح يتم تنفيذها فرح نقل له chmod plus x dot local bin و dwm dash bar هلا خلينا ننفذ هاي ال-Script قبل ما نضيفها لل-auto start ونشوفها رح تشتغل أو لا فرح نقل له هلا أنا باعتبار انه البين موجود بال-path اللي عندي فما في داعي اني حط الباث بالكامل إذا ما كانت بي الباث فلازم اني حط المسار بالكامل فرح نقل له dwm dash bar dot sh ورح نشوف انه مباشرة طلعت عندي time طلع عندي اول شي طلع عندي استهلاك او الضغط على ال-cpu طبعا هاي الايكون او الايموجي اللي حطيتها يعني بسبب الخطوط العمالي استخدمها ما طلعت بشكل صح بس متل ما اللي شايف انه عزيزنا البطريق طلع بشكله الصح طلع في عندي التاريخ وطلع في عندي الساعة بالاشكال اللي انا بدي اياها بس متل ما حكيت انه استخدامها بهذا الشكل غير عملي لانه وقت اللي بعمل log out وبرجح بعمل log in فرح يرجع لل-dwm ورح كون مضطر اني ارجع وشغل هاي السكريب بشكل يدوي فكيف رح تضيفها لل-auto start هاد الكلام بحالة dwm يعني بيختلف بالاعتماد على انت كيف ترتاح اكتر هلا اذا بدك في عندي باتش من الباتشات اللي موجودة على موقع الساكليس.org اللي بتعملي auto start اللي بتقوم عن طريقها باضافة او بانشاء مجلد اسمه .dwm على ما اعتقد بالدستوب او بالhome directory وضمنه بتحط كل السكريبتات اللي بدك ياها الطريقة الثانية مثلا لو كنت عمالك تستخدم ال-start x انك تحط هاي السكريبت ضمن ال-dot x-init rc مباشرة الطريقة الثالثة اللي انا بيستخدمها باعتبار انه انا بيستخدم display manager سواء كان ال-sddm او ال-light dm اني حط السكريبتات اللي بدي اعمل لها auto start او البرامج مو بس السكريبتات اني حطها بملف ال-profile الخاص بالصدفة او الشي اللي عمالي استخدمها فهلأ على هاي الماكينة على هاد الجهاز حاليا عمالي استخدم ال-bash فلهاد السبب رح يكون في عندي ملف اسمه .bash underscore profile هاد انا حاطت فيه كل شي بدي اعمله auto start او auto start وقت اللي بيعمل login فلو فتحت ال-bash profile رح نقل له v.bash طبعا ال-v اللي هو ال-alias لل-neo-veem او لل-veem فرح نفتح ال-bash profile ورح شوف انه متل ما حكيت انه هلا انا كنت عامل لها كنت عامل له كومنت لهاد الكومنت لهاد للسكريبت فرح شيل الكومنت ورح شوف انه ضفتها بهاد السطر متلها متل اي واحد تاني من الاشياء اللي بدي استخدمها و ال-dwm blocks هو اللي رح نحكي عنه بالفيديو الجاي هاي بس مجرد يعني مجرد انه محفز او مقدم عن شو هي الطريقة التانية اللي رح نستخدمها بالفيديو الجاي فخلي حاليا معمل له كومنت وفي عندي السكريبتات التانية اللي انا على طول بعمل لها auto start وقت اللي بشغل الكميوتر فبهي الطريقة خلاص انا حفزت الملف الباش بروفايل لازم اني اعمل logout وارجع اعمل login لحتى ياخد لحتى يتم تطبيق البروفايل وبهي الحالة وقت اللي باقلع او بعمل تسجيل دخول لل-dwm هلا انا ما رح اعمل تسجيل خروج او logout لاني عمالي سجل طبعا هاي مالها ماكينة افتراضية هاد الكميوتر التاني فما رح وقف التسجيل بس بتعمل logout وبتعمل login ورح تشوف انه ال exit route رح تشتغل مباشرة ورح يكون في عندك كل المعلومات اللي بدك تستعرضها بالبار العلوي متل ما حكيت هاي الطريقة ليست الامثل ولا هي الافضل ولكن مناسبة للناس اللي بتستخدم ال-dwm لأول مرة بحياتها بلتقي فيكم بالفيديو الجاي بالبيت الجديد وبأمان الله